موسيقى صبحكم بالخير اليوم التانين واحد ايار مايو اليوم بمطلع هيدا الشهر الامر موجود ببرش السرطان المائي طبعا الشمس موجودة ببرش الثور الترابي اجواء حلوة اجواء دافئة للأبراج المائية وايضا للأبراج الترابية لكن يمكن تكون موليد برش الجدي وموليد برش العقرب اوضاع من هالقد ممتازة بس خلونا نشوف على كل البداية مع برش الحمل بالنسبة لألك اليوم مولود برش الحمل لانه الامر موجود ببرش السرطان ولانه الشمس موجودة ببرش الثور معناتها في بعض المصاريف بعض المسائل المالية بعض الامتحانات بعض الاعادة الحسابات بعدها عم بتسيطر بهيدا الجو هيدا الجو جاي من مبارح واحتمال يكون في بعض الامور الشخصية ان كانت مصاريف او بعض المسائل اللي عم بينحكا فيها فكون منتبه لبعض هالحسابات هاي دي تبقى الموليد اللي عندها حظ كتير حلو اليوم هي موليد 20-21-22 أدار مارس بنتقل لبرش الثور بالنسبة لبرش الثور بعتبر هيدا نهار حلو كتير بعتبر انه هيدا نهار بنشطك بعتبر انه هيدا نهار بيساعدك لحتى تسبق الاخرين او لحتى تسرع او يكون انت سريع شوي بعملك احيانا الانسان بحاجة انه يلبي النهار يكون افشنت اليوم النهار كتير فعال نهار سريع الايقاع وبنسبك تماما لحتى تنطلق بأي حملة بأي مشروع او بأي خطة ويمكن تسمع خبر جديد الانشط هي موليد شهر نيسان ابريل بنتقل لبرش الشوزاء بالنسبة لبرش الشوزاء ضروري اليوم مولوبرش الشوزاء انه ينتبه لمسألة يمكن تاخد منه يمكن تاخد منه مال خبرة وقت ويمكن بالنتيجة ما يكون مبسوط بنهاية هيدا النهار لكن مطلوب منك بعض الاعمال مطلوب منك بعض المساعدة مطلوب منك انك تلقن تساعد تدعم فهيدا النهار يمكن ما تحسوا انه النهار كتير وبيعطيك حقك فضلك مفتح عينيك ومسحصح بشكل خاص مولود 27 28 29 ايار ما يكون حذر جدا خاصة من السرعة بنت إلا برش السرطان بالنسبة لبرش السرطان بعتبر انت لقيت هيدا شهر كتير حلوي ممتازي ايجابي رائع من اجمل الايام بهيدا الشهر تقريبا عندك اندفاع كتير قوي ما بتنقصك ابدا الطاقة بالعكس تمام اليوم مولود برش السرطان من الاشخاص الاقوياء جدا الصباقين الجارئين اللي قادرين ينفسوا اللي قادرين يطرحوا مشاريع قوية اللي يمكن ينطلقوا ويكونوا على برحلة اللي او عم بيبلشوا صفحة جديدة او قلبك مولود برش السرطان اليوم نهار رائع بتبقى موليد شهر حزيران يونيو هي الاوفر حظا بالاضافة لموليد 18 19 و 20 تموز يوليو بكمل مع برش الاسد بالنسبة لبرش الاسد هيدا نهار بتحسوا ضعيف بتحسوا ضعيف لانه انت ضعيف بتنقصك اليوم الطاقة بتنقصك اليوم الحماسي بتنقصك الحزوز ايضا هيدا نهار بعتبره فاشل فلكيا وانه المستحسن انه هيدا نهار يكون ايجازي او يكون عمل روتيني او ما يكون فيه مشاكل لانه اليوم انت مش قدة فكون حذر جدا عود عائل والضبضب بتبقى الموليد الاكثر تعبا نسبيا اليوم هي موليد شهر قاب اغسطس بكمل مع برش العذراء بالنسبة لبرش العذراء هيدا نهار بعتبره بيسلي بعتبره بيرفه عن نفسك هلا ليش بيرفه عن نفسك لانه بيدعمك بفكرة بخبرية بمشروع بتحس حالك انك مبسوط بتحس حالك انه قادر انك تتفاعل مع الناس بطريقة ايجابية يمكن هني بيخبروك خبرية يمكن هني بيتعاطفوا معك الاجواء ايجابية حلوة داعمة جدا وابعتبر هيدا نهار من الايام يلي لازم انت تشتغل عليها بقوة لانه الحظ من نصيبك بشكل خاص موالي 3-4-5-6 أيلول سبتمبر بنت ايه لابرش الميزان بالنسبة لابرش الميزان انهار متقلب انهار ضاغط انهار بيحطك امام مسئولية ما فيك تتجاهلها ما فيك تهرب منها يمكن القصة تكون مرأة معظم الناس اليوم بياجازي لكن يلي منه بياجازي بقلو ينتبه اليوم عوراقه ينتبه عمسئولياته حتى يلي بياجازي اليوم فجأة بيحس حاله انه امام ضغط ابق امام مسئولية فكونوا جاهزين تبقى المواليد اللي بعتبرها اكثر تعبا من غيرها هي مواليد 18-20 أكتوبر 20-20 الأول بنت ايه لابرش العقرب مولود برش العقرب لانه الشمس بهذا الشهر تقريبا رح بتكون موجودة ببرش الثور عم بتواجهك عم تتحديك عم تكشف أوراق عم تكشف أمور مخبايه فمطلوب منه اليوم مولود برش العقرب لانه الامر داعم لك انك تكون جريء لتشوف الامور مثل ما هي بدك تكون واقعي بدك تشوف الامور مثل ما هي بدك تعطي مثل ما لازم بدك تسرع شوي عملك لانه الايام المقبلة 3-4 وال5 منهم هالأبدي ايجابية فاشتغل اليوم اوي قلبك اليوم حتى لو انت باجازة حاول تسوي وتصلح وتصحح الامور الصعبة الاكثر توتران اليوم 3-4 و5 نوفمبر تشرين التاني بنت ايه لابرش القوس بالنسبة لابرش القوس بكرة افضل لكن اليوم ما لازم نخليه يمرق هيك على الفاضي هيدا نهار بده ترتب فيه على القليلة رتب فيه افكارك رتب افكارك رتب اولوياتك لهالاسبوع بكرة وبعد بكرة حلوين وبيساعدوك فاليوم حاول انه ما تنزع ما تخلق مشكل ويطول المشكل ذيوله الطال بكرة وبعد بكرة اليوم بدك تساهم بحل حالة الامور الامور بتتحلحل وبكرة نهار بيستاعدك فما ضروري ابدا تقزم الامور وبعد عن تقزيم الامور مولود 28-29 30 نوفمبر بكمل مع برش الشدي مولو برش الشدي ابن مبارح الجو عندك بتحسوا انه منه رايق هو الجو منه رايق لكن الجو منه 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 عاطل منه عاطل الجو اليوم بيطلب منك انه تساهم بترتيب بعض الامور اذا حدا ضغط عليك تفكر شوي قبل ما يكون في عندك ردة فعل مش تغير تعجل وتستعجل بكلمة او بجواب مئزي او قاسي بتندم الجو العام كله ايجابي الا ما يكون اليوم في شوية حساسيات فحاول تتجنبها حاول انك انت تضبطها بشكل خاص 19-29 كنون التاني يناير مكمل مع برش الدلو مولود برش الدلو انهار طويل مزعش تقيل بشغله بعمله بوجباته بالجدوى الاعمال اللي عندك يمكن امور صحية يمكن المسائل الصحية هي الاكتر شي بتعبتك عتلين هم من مبارح من مبارح الجو مكركب اليوم الجو بعده مكركب ومكهرب لكن بيقلك انه اليوم بيضلوا افضل من اليومين المقبلين لانه رح بيكونوا صعبين وبيتحدوك كتير فبدك تعمل حساب انه افضل يوم بهال اسبوع كله هو نهار الاحد يعني بعد 6-7 ايام فبدك تشوف شو بدك تعمل بتضل الموليد النتفي يعني نسبيا او فرحظا من غيرها 4-5-6 شباط فبراير مكمل مع برش الحوت بالنسبة لبرش الحوت هيدا نهار خفيف ونظيف هيدا نهار بعتبره ايجابي جدا بعتبر هيدا نهار بيساعدك بعتبر انه هيدا نهار بيعطيك حقك هيدا نهار بتفرح هيدا نهار في مصالحة بتطمن بيلك وحتى اذا في عندك عمل اليوم هو من اهم الايام يلي دعم لقلك يلي فيك تقوي قلبك فيها وتطرح الامور مثل ما بدك على زوءك ما تقبل بامور مش على زوءك على الاطلاق الانشط 1-32 ادار مارس بختم مع مولود اليوم بالنسبة لمولود اليوم هيدا سنة بعتبرها سنة كتير حلوة هيدا سنة بتخليك تتقدم بخطوات كبيرة تخترع اشياء تدخل لحياتك شيء جديد على هالسنة في امور جديدة يمكن مكتب جديد يمكن مسار دراسي مختلف يمكن حتى بحياتك الاجتماعية في تطورات مهمة وحلوة جدا ايار مايو ايلول سبتمبر ديسمبر وكانون التاني يناير هنه افضل الاشهر الى اللقاء بكرة ابراج جديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة